أهلا بكم مجدداً المشاهدين الكرام حياكم الله في فقرة فيس توفيس حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات العربية والمحلية والعالمية اللي دائماً ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم طبعاً أولى مواضعنا في حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع موضوع ترند الامتحانات مصف السنة لجميع الطلاب الموضوع شنون؟ شه يقول؟ يقول جهاز الأمن الوطني في بغداد يطيح بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الامتحانية بحوزتها 280 دفتر امتحاني الشبكة مكونة من مدير متوسطة ومعاونه وشخص آخر هسا واحد يقول له شنو التزوير شنو التبديل شنو؟ أنا راح أتولف لك شنو التزوير والتبديل يعني اليوم أنا ما نجاوب أو كسلاني شه يسوي؟ أروح ألجأ للغش أتحان ولي ويا واحد زين؟ أقول له يا بب نجحني شون ينجحني؟ أنا ما أدرش شوني وأنا طيه فلوس أقول له نجحني وش يروح يسوي؟ يروح يبدل الدفتر شخص آخر أو يغير اسم أو يزور الإجابة أو حتى يزور الاسم والأسئلة وغيرها من الأمور هسا هما حوزة الأمن الوطني عقابهم لازم يكون أشد عقاب ممكن ينزل على شخص سوى جريمة في العالم ليش أشد عقاب؟ لأنه هذا موضوع حساس التلاعب بالعلم بالتربية هذا موضوع حساس اليوم إحنا الطالب لازم ينشأ نشأة صحيحة بس من تجي تتلاعب بأوراقك وبدفاترة وتنجح وترسب بكيفك على موضع الفلوس لا والله مكانك طبعا بالمناسبة قبل فترة من الزمن يعني قبل أشهر شنا نطلع حالات ونقول بل كتلا يلزموهم بل كتلا الدولة تراقبهم بل كتلا الدولة تجيبهم هسا قمنا نجيب الحالة من الدولة أصلا بعد ما تم القاء القبض عليها وتمت محاسبته وموديل القضاء هيت شي يعني هاي هم فتشي حلو قبل شنا الناشد يعني أنا قبل ستة شرم كلهم طلع هذا الخبر شان هسا قلت هيت و هيت مسوين وإن شاء الله لمن الوطن يلقي القبض عليهم إن شاء الله الدولة تحاسبهم لا هسا قمنا ما شاء الله الدولة تجيب تحاسبه وإحنا نطلع الخبر هاي همينا نقطة مهمة جدا قبل ما كان أكو حساب ما كان أكو مراقبة للناس اللي تخطأ القانون ما كان يردع أو أذرع القانون ما كان تجيب وتحاسب وتلقي القبض على الأشخاص اللي يسوونهم في الجريمة اليوم القانون سائب بالبلد وهاي نعمة من الله يعني الحمد لله والشكر إن شاء الله نستمر على هذا المنهاج إن الدولة في كل وزاراتها لازم يتركز بعملها لازم أي شخص يسوي مشكلة لازم يتحاقب أو جريمة لأن هذا موضوع مهم جدا وحساس أنت اليوم عد مربي فاضل أنا ما شايفيك مربي والله مربي فاضل إمتى المفروض صير صير عون للطلاب عون للبلد ما تصير علينا فرعون ما تصير علينا مجرن نعم هاي إجرام هاي جريمة جريمة الغش والتزوير والتبديل مع الدفاتر هاي جريمة اليوم إحنا ندعو الطلاب إنه يقرون وينجحون ويمتحنون حتى يأخذون مناصب بالبلد حتى يساعدون البلد عن نهوض من جديد جيني معاون لو مشرف لو مدير يأخذ فلوس ويسوي وينجح ها ستتم كانك في الأمن الوطني خليشوف الخبر وتفاصيله وماذا كانت تعليقات الناس جهاز الأمن الوطني في بغداد يطيح بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الامتحانية بحوزتها 280 دفتر الشبكة مكونة من مدير متوسطه ومعاون وشخص آخر التعليقات تقول مرام إذا مدير مدرسة إذا مدير مدرسة هيتش الطلاب شلون شلون عندما أرى أحداث هذا الزمان أتخلى عن كثير من أحلام وأمنيات أتمسك بأمنية واحدة أن أدعو لله أن يرحمنا نحن هم ندع لله أن يرحمنا والله داكي نحن دائما ندعي فاضل يقول إذا كانت وزارة التربية جادة لوضع حل هكذا جرائم عليها معاقبة الفاعلين بعقوبات تكون عبرة لبقية الموظفين في الوزارة بعقوبتهم سجن أقل شيء خمس أو خمسة سنوات وفصل من الوظيفة وأعرضهم على شاشة القناة الرسمية للدولة ولحد يقول كرامة وحقوق الإنسان لما اقترفوه من جريمة وخيانة بسبب عملتهم التجوير والخيانة عبد الله يقول جريمة تبديل الدفاتر الامتحانية حدثت وتحدث باستمرار وإيقافها هو أمر غاية بالسهولة ويتلخص بطباعة الرقم الامتحاني على كل أوراق الدفتر الامتحاني وليس الغلاف فقط وهو الأمر الذي يعرقل أو يمنع تبديل الدفاتر لكن هناك من يرغب في استمرار هذا الوضع من يرغب في استمرار هذا الوضع؟ منه؟ لينا تقول هذا المدير قبل من واحد ينتقده هم يردوا لك هذا المعلم أن يكون رسولا لذلك نقول المعلم بشر وموظف بالدولة حال حال أي موظف أكو الصالح وأكو الطالح لا يجوز تعميم أي صفة على أي وظيفة أما آخر تعليق من العراقي قديس يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كم من طالب وطالبة ذهب جهدهم ومجهودهم ومستقبلهم بسبب مثل هؤلاء هذا كان آخر تعليق من قبل قديس العراقي حول هذا الموضوع اللي هو موضوع تبديل الدفاتر الامتحانية والتزوير اللي يحصل في عناصر من وزارة التربية طفل ما قلنا يعني أتمنى أنه يكون حقابهم شديد لأنه اللي يقترطوا من جريمة لازم يتحاسبون عليها حتى يكونون عبرة لمن اعتبر اليوم القانون لازم يتحلو القانون ما جننا عاشين بهذا القانون اليوم حلو من واحد يسوي خطأ يجي تعاقبه وتسجل الله هو أكبر يتحلو القانون عبرة لمن اعتبر هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس توفيس أمام موضوعنا الثاني في هذه الفقرة السيارات السيارات في البلد في صورة عامة ما تشوفها الازدحام ازدادت عن الوضع حد طبيعي بشكل مو طبيعي يعني اليوم أنت من تطلع تشوف الازدحامات ما شاء الله تروح بدوامك تأكل لك ساعة ونص ساعتين مثل الورد ترجع من دوامك تأكل لك ساعة ونص ساعتين مثل الورد أربع ساعات من عمرك يومية ضائعة بسبب الازدحامات وانت وردي بالشغل شوفش قد الوقت اللي يداون بي زين هيومك كله يخلص بالازدحامات شا تقول المرور العامة تقول عدد المركبات في بغداد يفوق الطاقة الاستيعابية بعشر مرات ضعف بعشر مرات يعني ضعف الطاقة الاستيعابية بعشر مرات يعني مثلا إذا بغداد تستوعب فدي نقول فدي مليون سيارة هساك ببغداد عشر مليون أو دع عشر مليون سيارة هاي مثلا بس يا بغداد ما أعتقد يعني ممكن تستوعب لها مئتين ألف ثلاثمئة ألف سيارة زين إحنا ببغداد أنا ما أعتقد اثنين مليون سيارة أنا ما أعتقد فهذا الموضوع لازم إلى حلول الدولة لازم تسوي حلول لهذا الوضع تسقيط القديم طبعا أنا مو مع وقف الاستيراد لأن هذا ماكو دولة توقف استيراد السيارات هاي السيارة تنزل بموديل هذا شي طبيعي بس لازم نرجع للتسقيط سيارة صارت عمرها عشرة مصطع السنة لازم تسقط ما بيها مجال الشارع انترس سيارات اليوم كل بيت عندها أربع خمس سيارات هذا واضح ما نقدر نخفي ونتكلم عن نفسنا أيضا هذا الموضوع لازم الدولة تشوف لحل اليوم الازدحامات موضوع ترند يوميا بعد الصبح إذا ما طال عيني ونشوف الازدحامات بعيني فإحنا بالبيت ونقرأ خبر ونشوف صور ازدحامات قاتلة ازدحامات خانق اتدمرنا من هذا الموضوع يفوق الطاقة الاستيعابية بعشرة أضعاف زين هس هم شالوا السيطرات أغلب السيطرات الرفعة الرئيسية في بغداد وفتحة والطرق بس بعدك وزخ المروري بعدك وازدحامات يعني هسه هواية خاصة بالفترة يعني ما البداية الدوام من ساعة ستة ستة ونصف إلى السبعة زين ووقت الحل ووقت اللي كل الموظفين يرجعون اللي هو من الثنتين من الثلاثة وهذا الوقت هذا هنا بغداد تصير عبارة عن ماشي لازم تمشي زين لازم الدولة تسوي حلول فوسيع الطرق الشوارع تخلي الوزارات مو وزارة قريبة على وزارة اليوم عندنا هواية مناطق هواية شغلات ببغداد على أطراب بغداد ساحات صحراء ما مستثمريها يا أخي أشمر لي وزارتين ثلاثة هناك وخلي مجمع سكني يمهن للموظفين ما راح القطاع الخاصة هنا الوزارات المستشفيات الشركات كل شي هنا في بغداد نزيل فهذا موضوع لازم إحنا نركز به لازم الدولة تقال حل الشرجة باب الشرجية الخطوط كل هاي الأمور زين زين قبل كنا نستعين مثلا بالخطوط النقل يعني كوستر تلم الموظفين منشئة تلم الموظفين هاي الأمانة مقاطين هذولا يرحون على حسابهم زين فد يعني مثلا إذا جدت منشئة تلم الموظفين ما لفلان وزارة بدأ أربعين خمسين نفر بيها هاي انت راح تغنيك عن خمسين سيارة لو كل وزارة تخلي خطوط الموظف فيها بمنشئات يعني ستة شقد عندك في الوزارة يداومون يومية ألف شقد خمس مية يداومون بشكل يومي زين انت حتى إذا قدرنا انلم نص العدد هذا بمنشئة أو سيارات نقل راح يخف بالازدحام اليوم الطالب يروح لمدرسة عده سيارة زين هذا الموضوع لازم الدولة تشوف الحل طريق دوار على طول بغداد لازم يصير طريق دائري لازم أقلها الناس تلجع من له زين انتهينا من الدوام اجا الغروب واجا العصر تبدي تطب اللوريات زين والطرق كلها تخرب من اللوريات فهذا موضوع مهم اتمنى من المرور العامة اللي صرحت هذا التصريح انه تلقي حل أو وسيلة مع الحكومة لازم احنا نشوف حل لموضوع الازدحامات لازم ضروري اليوم واحدنا بس من يطلع الجمعة يرتاح ماكو ازدحامات زين واكو هواي مقترحات جاي تتقدم اتمنى من المرور العامة انه تخليها بنظر الاعتبار مواضيع مهمة جدا الازدحام هذا موضوع لحن هو ترند يومية ترند بالازدحام خليشوف الموضوع تفاصيله وتعليقات الناس وايضا الناس عندهم حلول بالتعليقات المرور عدد المركبات في بغداد وفوق الطاقة الاستيعابية بعشرة اضعاف هذا هو الموضوع او الخبر تعليقات طارق يقول اسحبوا الموديلات القديمة من المواطنين وعوضوهم باسعار مناسبة ومنطقية ومن ثم تابعوا استيراد السيارات واجعلوا ضوابط وقيود معينة على التجار والمستوردين وخلي وزارة التخطيط تشتغل عدل هي ووزيرها محمد تمين حسيني يقول امنعوا الاستيراد ورجعوا التسقيط وقطعوا وقطعوا سالفة رقم المشروع الوطني اللي تبيعون ارقام بشراها اهم شيء الفلوس بشراها يقصد اهم شيء الفلوس مثل الدولة ماكو مترو زاد قطارات سريعة داخلية انا معها المقترح مترو لازم يصير عدنا مترو لازم يصير عدنا مترو من الضروري لازم نشوف حلل هذا الموضوع وايضا موضوع النقل العام لازم يكون اكو خط للنقل العام واضح اليوم انا اذا اكو خط نقل عام ينقضني من بيتي الدوامي همص على السيارة واروح لا بالله احير بطبقتها السيارة نخليها للشغل للعوائل الطلع العائلية اذا ادنا شغلة ادنا غراض معين اشياء نطلع بالسيارة اذي اليوم اذا انا اريد اروح الدوامي احير بالسيارة بطبقتها بقراجيتها ببانزينها بطرفها راح اصرف هواية بالبانزين اتا بالازدحامات الديو 14000 يومية اذا بالازدحامات انا النقل العام يجوز نقني المكان دوامي يجوز بل فين دينار هاي هم فرق نزين وهذا الموضوع لازم الى حل نقل العام لازم يكون لأكو محدد من مكان بيتك من منطقتك تطلع على شارعك العام تيجي سيارات تنقلك الى دوامك تشوف وين انت دوامك بيا منطقة وتمشى لك شوي ما بها شي عمر يقول سووا طرق حولية وعاصمة جديدة ومدن باطراف بغداد لو ما عدكم مصطرة اتخططون اخويا عمر اذا هي على المصطرة فيا ما كتر المصطر بيوالله يا حبيبي يا ما كتر المصطر اللي عدنا اللي انا مرى كترت عودتين مصطرتين مضربت بالشتاء منتين الطالب لان ما جاي بذكر الرسم مضربت مصطرتين هيش قاد بعد ذا نذكر احمد يقول منع الاستيراد موحل أصلا ماكو شي اسمه منع الاستيراد بأي مكان عدى كوريا الشمالية الحل الصحيح هو بتفعيل نظام التسقيط بهالحالة على الاقل العدد يبقى مثل ما هو لحين ايجاد حل جذري وهو استحداث عاصمة ادارية جديدة ودعم النقل العام بقوة باصات مترو مونوريل او مونوريل ونقل نهري الى آخره واستحداث طرق جديدة دوارة حول العاصمة هذا كان آخر تعليق في هذا الموضوع ليهو موضوع النقل والمرور العام اللي هي بطاقة الاستيعابية للسيارات بطاقة بعشرة أضعاف نحن أتمنى ايجاد حل جذري لهذا الموضوع موضوعنا الثالث في هذه الفقرة هو موضوع صار ترند على أعقاب فوز منتخبنا الوطني والتكريم اللي حصل من عدة الجهات فوجه المنتخب الوطني الى آربيل بدعوة من نيجيرفان برزاني وعيس وزراء الاقليم بدعوة للتكريم قبل اللي يسافر المنتخب طلع تصريح لهذا الشخص محافظة أربيل قال له شنو رأيه قالهم والله احنا ما داعين المنتخب بس أهلا ومرحبا بي وأنا ما عندي مشاعر تجاه المنتخب وتجاه العراق لأن العراق قتل والدي هذا الموضوع اللي صار حدث كبير أولا العراق ما يقتل البلد ما يقتل لازم تعرفه ربما اكو ناس تقتل اكو حكومة سانت سابقا تقتل ولكن العراق ما يقتل البلد ما يقتل ثم أنه أنت تقولاني ما عندي مشاعر تجاه العراق وانت راتبك من العراق انت منصبك من العراق انت لحمشتافك من العراق رزقك ورزق عائلتك وأولادك من العراق تقولاني والله ما عندي ما عندي أي شعور أو أي تعاطف يعني تجاه المنتخب أو تجاه البلد يعني العراقة الوالدي صراحة لازم بعد هذا التصريح لازم يتعاقل لأن هذا الموضوع ممكن يثير نعراض طائفية أو عنصرية هذا موضوع لازم لاحق يخليه نظر الاحتبار تعالي هذا كمستدعاء المحافظ المفروض حكومة الإقليم قبل الحكومة المركزية في بغداد لازم انفتح تحقيق بهذا الموضوع شلونك شخص يعمل بأحدى المحافظات وهو يقول والله أنا ما عندي أي شعور تجاه العراق لأن العراق قتل والدي العراق ما يقتل العراق كبلد ما يقتل أكطاغية كان يقتل همينا عدم عمامنا وأهلنا وأجدادنا بس العراق ما يقتل العراق بلد عظيم يشرف أكبر واحد العراق بلد بتاريخ وحضارة منذ سبع تالاف عام العراق ما يقتل هيا لازم تعرفها ومال ما عندي مشاعر وهذا لازم تتحاسب عليها ولازم يتم إقالتك من منصبك اليوم أنت لوسك وراتفك ومنصبك من الحكومة من العراق من البلد بتقول أنا ما عندي مشاعر تجاه العراق ونشوف التعليقات ماذا كانت طبعا بالبدأ هو هذا التصريح المنتقب العراقي هو من طلب الحضور إلى أربيل ولم نوجه الدعوة لهم أبوابنا وأحضاننا مفتوحة لهم ولكن كيف يكون لولاء لدولة حرمتني من والدي يعني هو بالتصريح كان بالترجمة قتلت والدي تعليقات سمير يقول وانت محافظ في هذه الدولة التي تأكل وتشرب وتعيش في خيرها الله يرحم جميع الأموات برحمة الواسعة سليمة تقول يجب أن يحاسب من قبل حكومة الإقليم أولا وعلى الحكومة المركزية تتخذ إجراء بحقه وموظف في الدولة العراقية فهل يجوز له يعلن بعدم ولاء لدولته شنو هالصلافة أحمد يقول هذا محافظه لا أعتب على الباقين عانك الله يا عراق هيثم يقول الحكومة التي أعدمت والدك الله يرحمه ومثوات جنة ليس لها علاقة بالوطن الحكومة شيء والوطن شيئا آخر أستغرب إنسان لا يفهم أبسط معاني الأمور يشغل منصب كبير مثل منصبك أحمد يقول سيكون لك الولاء والطاع العمياء حين يقول لك حزبك السياسي أنتم لا تفقهون من الولاء شيء سوى أنكم ألاعيب بين الأياد الإقليمية والأحزاب السياسية إذا من لا يفرق بين الحكومة والدولة لا يصلح أن يكون في مهام المسؤولية هذا كان آخر تعليق بخصوص آخر موضوع اللي هو موضوع محافظ أربيل اللي صرح بعد تصرح شاهدين الكرام فاصل قصر وفقرة الترند تيوب خليكم ويانا أحد يروح بعيد حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في فقرة ترند تيوب حيث الفيديوات اللي يتمتشر صورة كبيرة في السوشال ميديا طريقة جديدة تلك التي ابتكرها هذا المواطن لنشاهد لولا الله وكاميرات المراقبة كان هذا أبو الكيه هسه دافع فصل ومسجون وماكلها بالسجن وبالعشار وبالمناسبة ذول اللي يرقضوا عليه ذولة كانوا يراقبون ذولوية كانوا يراقبون حتى أول ما يشمر نفسه على السيارة يجون يا يابا يا أبو يندعم مات بني وحلوها هنا أحسن ما نروح للدولة وأحسن ما نروح الاستجن وعشائر حلوها ناطي وما يهدوك إلا بمليون مليونين نخلي الورد هذا الفيديو انتشر بصورة كبيرة جدا كاميرات المراقبة طبعا أغلب السيارات قاموا تخلي كاميرات مراقبة كاميرات قاموا تخلي بالأمامية بالجامع وطبعا أنا نصح كل السيارات أن يخلون هاي الكاميرا لأن الناس ليتصارت استحداث هي الكاميرا مو غالي يعني بـ 25 ألف أي أبو كماليات يشد لك يا أي أبو كهربائي ويسجل لك ويخلصك من هواي أمور حتك وحوادث تصير مون تستبب بيه كاميرات المراقبة ممكن فيدي هذا الفيديو ما شاء الله لو لله يريديك شف زيف هؤلاء شفوا شفوا شون شو مر نفسه وكاميرات المراقبة كان هذا بو الكيه هسه الله يعلم كان اندهر كان صارت له مصيبة فضل شوف هسه راح ينعاد الفيديو شوفوا شلون يراقب الكيه ساق الكيه سيارة الحمل راح يجي وعنده راح يشمر نفسه بل كت الله متعور من صدق شوف ها شوف ها شوف شنهل راح له راح له ودع النفس شنهل ما عرف يعني وبالمناسبة حتى دا يتفادها سائق السيارة هم يوقع نفسه ويوقفوا دولة اللي يراقبون اللي واحد واقف هنا واحد واقف هنا دولة يطلعون بيومية يمكن طلعون بيومية الله أكبر عليكم أتمنى من وزارة الداخلية بعد ما نعرض هذا الفيديو وانتشر بصورة كبيرة جدا يتم القاء القبض على هذا الشخص اللي بالأرض وإيداع السجن لازم يتحاكم ولازم تظهر محاكمته ونعرف ايش قد نحكم حتى يصير عبرة للباقين وهذا سائق الكية سائق السيارة والله ما أدر شو يقول لك يا أخوة يعني أنت إنسان محظوظ زين كاميرات المراقبة نقدتك وطبعا هنا الحالات هو هذا اللي يسوي نفسه متخربط هذا اللي مثلا يبيع ويذب الصينية ما تطاطل والله شنه وقعته هاي تعال طين فلوس طريقة جديدة هاي وقدامكم الفيديو خليشوفوا في التعليقات ماذا كانت الغريب الهاشمي مصطفى يقول حجب السيارة لا تهتم الفصل راح يتحول عليه لأن الله فضح فضيحة والكاميرا خير دليل وروح قيم عليه دعوة وعلى كل واحد يجيو إياه وسوي إرهاب وجرجرة بالمحاكم وإنت عندك دليل وخلي المايشتري يتفرج وهذا حقك دير بالك تتنازل عنه لأن الله سبحانه وتعالى وقف وياك الساكت عن الحق كالشيطان الأخرس غيوم تقول خطيئة يجوز مجبور الله يحل كل مشاكل ومشاكل يجيو وشنو المجبور شو في هاي التبريرات اللي تطلع والله العظيم تطلع تبريرات تخلي الواحد ما عرف شي يحتي شنو المجبور ليش مجبور مجبور ليش يسوي هاي ثم يقول أفراد العصابة متربصين لهذا السائق المسكين بحيث كلهم التموا خلال خمس تواني قسم منهم خلف ركن البناية وواحد يم السيارة والباقين بسيارة الاستاركس بحيث ما يقدر السائق المتورط يفلت حسبنا الله ونعم الوكيل أما حسين يقول صارت وياية ودفعت مليونين أو آن الممنون قطية هذا والله التصائر وياقو دافع مليونين يعني الله يساعدك حمود الشويل يقول المفروض من الدولة ومعه التصوير يذبوه بالسجن يصير عبر الغيرة أنا رح أديك يا حمود تكاتبها عبر الغيرة خاطئ يعني نتعدك خطئ لا أنا رح أسويك هالغيرة تدلل وهذا كان آخر تعليق وبخصوص أول فيديو اللي هو فيديو الشخص اللي يروح للسيارة ويسوى نفسا دعم ما شاء الله ابتكار نبتكر الفيديو التالي هو فيديو أيضا انتشر بصورة كبيرة جدا الإسعافات الأولية أو هاي الدورة اللي يصير للمسعفين جدا مهمة جدا ضرورية ليش لأنه هوايا حالات مرات تصير قدامه أو تصير بالعوائل والواحد ما يعرف شي يسوي ما يعرف شنو يسوي لذلك لازم هاي الدورة أو هذا لازم نثقف احنا على هذا الموضوع لازم كنا أغلبنا يعرف يعني بكل تجمع لازم يكون واحد يعرف شلون يسعف شخص صار بحالة معينة بالفيديو اللي راح يظهر عائلة بالصيدلية أبو أم وطفل طفلهم فجأة اختنق هذا الطبيب الصيدلاني مباشرة اجي اقتجل وحل الموضوع ورجع النفس للطفل فيديو جميل جدا لازم كنا نشوفه مثل ما تشوفون بالصيدلية أو هذا الطفل تعرض إلى حالة اختناق الصيدلي الصيدلي اللي يجي هذا طبيب الصيدلاني قدر يسحبه من والدته ويقلبه على هاي الجهة وقدر ما عرف شوه هو دق على ظهره أو سوفت حركه وتجعل النفس من جديد وتجعل النفس من جديد على ما اعتقداني يعني هو يخلي ايده على القفص الصدري ويدفع ظهره على ما اعتقد يعني هو يضرب على ظهره باتجاه الرئيس لانه هاي مرات تصير مثلا حتى بالاشخاص الاكبار يعني بسبب بسبب الطعام ممكن يوقفوا هنا او او الاطفال يبلع لشي مسقولة حامض حلو معرفينه وشكلية تبقى هنا معلقة وممكن يختنق وما يقدر يتنفس زين هذا الموضوع ما للاسعاف الاولي هذا موضوع جدا مهم لازم الناس شوية تكون ادهدراية لانه ممكن تقدر باليوتيوب تتعلم له ممكن باليوتيوب تقدر تعلم له ونصح كل الناس انه تشوفه لانه هذا موضوع مهم جدا لانه مرات هواية تصادف نية شغلات نظل هيت جامدين ماعرف ش نسوي زين عائلة الشخص اللي يمر بهذا الموضوع يبتون ها بعد استسلمهم زين بس الحمد لله ظهر هذا الطبيب طبعا قدم له شكر عاشة ايده انه قدر يتلافى هذا الموضوع ويجي بسرعة لطفل خلنشوف بالتعليقات ماذا كانت ظاري ماهر يقول هذا الدكتور ليش قد عنده اجر يا ام الله ربي وفقه ولهذا سأكون بخدمة البشر الدكتور الصيدلي القادم الله يوفقك ان شاء الله تكون بخدمة الإنسانية سيف المحامي يقول اكثر من مرة صاير هالحالة قدامي والحمد لله مباشرة اقلب الطفل ويتقيأ ويرجع الى النفس والسبب هو الاكل الزائد وحالة رهبة او خوف شديد للطفل سامي تقول الله يعطيه الصحة والعافية لعدلش يعلمونه قبل عبد الروس الصحية شلون نسعف المختنق او الغريق وشلون نتعامل مع اللي ينجرح او ينكسر او يحترق هاي واحنا كنا طلاب متوسط وما نعرف توجهنا الدراسي بعد وين حاليا يدخل كلية يلا يتعلمها وهم مول كل مولن بيها الا اللي يحس انه هالشي واجب انساني حمودي يقول لسعافات الاولية المفروض يعلمون الطلاب عليها بالمدارس لان كل ضرورية مثل هذه الحالة ممكن تنقذ حياة انسان بينما لو صير هاي الحالة يم شخص ما يعرف شي يسوي كان مات الطفل الحمد لله على سلامته وشكرا لهذا الصيدلاني الذي انقذ حياة الطفل اخر اخر تعليق من علي يقول ثلاث مرات حدثت مع اطفالي ولولا لطف الله ومعرفتي ومعرفة زوجتي بالاسعافات الاولية لما قدرنا ان ننقذهم وحدثت معي مرتين لاناس غرباء احدهم رجل كبير في السن ووفقني الله لانقاذه الحقيقة موقف تتوقف به عقارب الساعة وانت تشاهد ولدك ينقطع نفسه تماما ويكون تدخلك اشبه بالمعجزة لانقاذه هذا كان اخر تعليق فصوص هذا الفيديو اللي ظهر امامكم الفيديو اللي جاي هو هم من هم من هم من عرك وهم من مشكلة وهم من صلاح الدين على السايلوات ما عرف شنو ما الاذرة صارت عركة واسلحة ما عرف اللي هاي ما راح نخلص منها خلي نشوف الفيديو نو بكل هتعيط نو بكل هتعيط هالفيديو فيه صلاح الدين كل هتعيط هذول اللي لازمين سرع على اللي ما عرف شنو الاذرة هاي اللي تنباع ما عرف شنو تنحصي تنزروا ما عرف شنو يجيبو هذول اللي لازمين سرع واحد ضربوا السرع وصارت عركة وصارت بالاسلحة يعني هذرة مخلي السلاحة ويا يمكن لازم السرع واسلاحة هنا صفحتك مزين هذي هذي يتفقد السلاحة لحال التليفون المحفظة من يقوم يتفقد السلاحة مين ما شاء الله كترولي يعني كترولي من هذا بلك تخلصون أصحاب الشر ما عرف شو كترح نخلص من هذا الموضوع يعني دائما ما نحتي ونكرر أنه لازم تجمعات بيج عماكن لازم دور الشرطة وين الشرطة اللي منتج المكان كلها تشرد القاتل المقتول الجاني المجنع عليه كلها تشرد مزين كلها نحن منتج الشرطة لا شرطة الصرح هواجيز لا 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 مزين وهنا أيضا دور الدوائر مزين اللي ماكو تقنيات بعد بعدنا عسرة عسرة نوقف سرة وخاف واحد يضرب السرة وخاف واحد ما نفسنا شوية خلنا نطور نفسنا يعني دوائر الدولة أو الدوائر المعنية والشركات المعنية بهذا الموضوع زين إلجأوا إلى التقنيات الجديدة التقنيات الإلكترونية مثلا أنت موعدك تجي تستلم حمولتك مثلا نساعر وإحتي مال لكن مال إحنا لا بعدنا والله ننجي ونلزم سرة زين ننجي نلزم سرة بالتليفون تقدر كل شي ترتب ومورك ووضعك زين وتقدر ما توقع بهيش مشاكل زين هي المطاعم قام تسوي تطبيقات بالتليفون وهذا تحجزها تجي بأيك لك يجي كيك لك دلبيت أنت تقدر بعد نظام الإلكتروني زين فهذا الموضوع ما عشوك تنقل خلنشوف التعليقات بل كتواحد يضطينا سبب على العركة على المشكلة هاي رقية تقول طبعا هكذا يحدث إذا السيارة ما تدخل إذا ما يدفع صاحب المحصول المقسوم والشاحنات الظلواقفة بحدود العشرة أيام وأكثر تنتظر الدور دور الشاحنة وبارده وصرف قاز لا حوله ولا قوية الله العلي العظيم عشر تيام والشاحنات تبقى عشر تيام وذا ما يدفع المقسوم ما يدخل لا هاي هنا أتاوات دخلنا بمرحلة الأتاوات درمونا تقول لا حوله ولا قوية الله بالله الله يصلحهم ويهديهم والعراقيين تعبوا لكن المصيبة صاروا ما يتحملون بعضهم والمحبة والسلام افتقدنا المحبة والسلام من زمان من زمان افتقدناها أحمد يقول عفيا شعب مع المشاكل وطلاي تتوك عرفت حمودي تتوك عرفت أحمد يقول حيل وابو زايل هذا الحرام خل الناس تتعارك بيناتهم بيناتهم تتعارك الناس أما بشار يقول الشعب صار قطيح ما الذئاب القوي يا أكل الضعيف مع الأسف طبعا هو مو كل الشعب حتى لا تجمع شوية هو مو كل الشعب أكل نماذج فعلا صارت ذيابة واحد يريد يأكل الثاني هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو الذي ظهر فيديو العركة طبعا نحن بهذه الحلقة فيديو محزن وفيديو جميل فيديو محزن وهذا راح نطلع راح نشوف فيديو جميل جدا للبصرة طبعا نتمنى نحن نقادر هذه السلبيات وماك بعد فيديوهات يعني محزنة هذا الفيديو هو التصميم اللي راح يكون بجسر المشات على شط العرب موقع سياحي جدا جميل فيديو حلو إن شاء الله يتمل على أتم وجهه خلنا نشوف الفيديو هذا هو التصميم المقترح واللي راح يتم تنفيذه والعمل به وطبعا هم بدوا يشتغلون بها الموضوع بالبصرة على شط العرب على الكورنيش فالشي حلو نتمنى نتطور أكثر بعد نسوي أشياء سياحية تستفاد من هالناس اللي بالبلد تستقطوا السياح خاصة بعد بطولة الخليج لاحظنا أكو أقبال كبير جدا من الدول للبصرة وحتى إلى باقي المحافظات إلى بغداد يعني اللي يجول الخليج يجول بغداد وراحة وفتروا بالمناسبة يعني أيضا أكو كورنيش راح يصير على نهر دجلب بشارع أبو نوآس بس هذا الموضوع حسا هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا هذا هو الفيديو التصميم المقترح لمشروع جسر المشات وأيضا تخلى له هواي أمور وأماكن سياحية بهذا الموضوع على شط العرب هذا العمل اللي يريده هذا الموضوع اللي يريد احنا دائما نشوفه النهيابة لازم هيك شغلات تصير بالبلد فعبنا هواي مناطق وواي شغلات لكن احنا نريد نشوف فيك شغلات دائما في البلد خليشوف التعليقات حول هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا يقول حاليا دا يشتغل به من جهة المستشفى أتمنى نفس التصميم أنا أهمت منه نفس التصميم لأن تصميم جدا جميل ان شاء الله يطلع صحيح الخبر ونفس التصميم اوه الله يوفقهم والله احنا هم ندعي ان شاء الله يطلع نفس التصميم وبالمناسبة البصرة صارت يعني بعد البطولة وقبل البطولة بدأ العمل صارت حلوة شوارع نظيفة أماكن سياحية حلو راح تصير بالمستقبل نتمنى كل شوارع البصرة وكل المحافظات انه تحذو حذو البصرة يا رب يكون صدق هذا الكلام من وسامي يقول طبعا ان شاء الله يكون صدق هذا الكلام يقول يا رب تصير البصرة أحلة وتتطور وان شاء الله كل المحافظات تتطور وتصير أحلة بالفعل ان شاء الله كل المحافظات يبدو بيها العمل نشوف شغلات حلوة نشوف شغلات متنفس للناس للمواطنين الناس ملت كافي يعني اللي يريد يتونس ياخد عائلته المكان إلا يرح خطار يتونسه وشاي وشذب وهاي وهم من يرح خطار يصير غيبة بالموضوع هم رح يتحمل سيئات زين البصراوي يقول بصرتنا عالمية فعلا بصرتنا صارت عالمية هذا آخر تعليق من قبل البصراوي وبخصوص هذا الموضوع طبعا مثل ما قلت أكرر أتمنى كل المحافظات يصير بها عمار يصير بها شغلات حلوة أماكن سياحية تستقطبوا الناس صور متنفسة العوائل للشباب لكل الناس حتى المتالي البلد بدأ يستعيد عافيته إن شاء الله العراق يرجع من جديد والعراقيين يستاهلون أكيد مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة وقلكم فيما الله